أوضح بلاغ مشترك لوزارة الداخلية والوزارة المنتدب المكلفة بالتجارة الخارجية وإدارة الجمارك والضرائب غير مباشرة اليوم أنه سيتم من الآن فصاعدا إخضاع السيراد الأجهزة الطائرة من دون طيار المدفوعة بمحرك والمتحكم فيها عن بعد طائرات من دون طيار نماذج مصغر للطائرات للحصول المسبق على رخصة للسيراد وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الأول من القانون رقم 1389 بشأن التجارة الخارجية الإجراءات تم اتخاذها قصد التصدي للمخاطر الأمنية والمس بالملكية والحياة الخاصتين المرتبطتين باستعمال أجهزة طائرة من دون طيار مؤكدا أنه تتتم صادرة الأجهزة التي يتم استيرادها من دون ترخيص مع فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الجاري بها العمل